إن أصعب شيء في حياتنا التي نعيشها هو الدين الدين هم بالليل وذل بالنهار يدق أعناق الرجال ويكسر كبرياء النساء يحمل الرجل على أن يحدس فيكذب ويعد فيخلف وهو والله شؤم على صاحبه حتى في الآخرة فإن صاحب الدين محجوب عن رحمة الله ومغفرته حتى ولو كان شهيدا مات في سبيل الله ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عند أول قطرة تنزل من دم الشهيد يغفر الله له كل ذنوبه إلا الدين وفي رواية أخرى إلا أن يكون عليه دين وقد ثبت أيضا من حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن العاصي أنه قال كانت إذا وضعت أمام النبي جنازة لكي يصلي عليها سأل أولا هل على ميتكم دين فإن قال الصحابة نعم يا رسول الله عليه دين رفض رسول الله أن يصلي عليه وقال صلوا على ميتكم فإني لا أصلي على من عليه دين إذن الدين مشكلة المشاكل في الدنيا والآخرة واليوم بأمر الله تبارك وتعالى جئتكم بوصفة نبويتين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقضي عنك دينك وتسدده ولو كان عليك من الديون مثل جبل أحد كما قال عليه الصلاة والسلام المهم أن تقوم بشرطها وأن تعمل الذي عليك فيها ما هو شرط هذه الوصفة النبوية الشريفة أولا اليقين والإخلاص في الله تبارك وتعالى أن يكون عندك يقين ثابت في أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض وأنه على كل شيء قدير وأن دينك هذا مهما سقل فإنه لن يعجز العلي القدير سبحانه وتعالى الشرط الثاني أن تعمل الذي عليك فلا تقعد في بيتك وتقول ورد سيغنيني أو ذكر سيقضي عني ديني أما هذه الوصفة النبوية الشريفة فإنها عبارة عن ثلاثة أدعية الدعاء الواحد فيها يقضي عنك الدين بأمر الله تبارك وتعالى إن لزمته وربما يسأل سائل يا مولانا لماذا هي ثلاثة أدعية وليس دعاء واحد أقول لك لإني بعض الناس لا تعمل معها الأوراد القصيرة وإنما تعمل معها الأوراد المطولة وبعض الناس لا تعمل معها الأوراد المطولة وإنما تعمل معها الأوراد القصيرة هذه الثلاثة أدعية التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المطول وفيها القصير إلزم منها ما يتماشى معك وما تستطيع عليه وما ارتحت له وكلها في النهاية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلوني أولا أبدأ بالدعاء الأول وهو من الأدعية المطولة ثم بعد ذلك نذكر الدعاء الثاني وهو من الأدعية القصيرة أما الدعاء الأول فقد سبت من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت ذات يوم مهموما فرآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فقال لي ما بك يا معاذ فقلت علي دين يا رسول الله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتها لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأده الله عنك ركز بالله عليك إلى هذه العبارة التروحية العظيمة التي خرجت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ماذا قال لسيدنا معاذ نسمع تاني ألا أعلمك كلمات إذا قلتها لو كان عليك مثل جبل أحد ديون أداه الله تبارك وتعالى عنك يقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت نعم يا رسول الله فقال لي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما من من تشاء اللهم ارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك ما رأيكم في هذا الكلام العزب الرقيق كلام يريح النفس والخاطر قبل حتى أن يؤدي الدين سيدنا معاذ بن جبل يقول فلما التزمته قضى الله عني ديني أركز معي على كلمة فلما التزمته لأن كل ورد من هذه الأوراد التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القصير منها والمطول يحتاج إلى إيه؟ الالتزام به يعني مش يوم واثنين ولا ساعة واثنين لا دا التزام تكرار هتقعد كده يوميا كده تقول الورد دا على قد مربنا يقدرك بقى لحد مربنا سبحانه وتعالى يؤدي عنك ذلك الدين الدعاء الثاني وهو من الأدعية القصيرة زي ما قلت لك اللي مش هيقدر على الأدعية المطولة أو مش هتشتغل معها ويلجأ إلى الأدعية القصيرة طيب الدعاء الثاني وهو ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونص الحديث جاء أحد الناس يشكو لعلي بن أبي طالب همه وذينه فقال له سيدنا علي سأعلمك كلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن السند بتحسيدنا علي هو النبي عليه الصلاة والسلام ممن أخذ سيدنا علي هذا الكلام أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا علي ألا أعلمك كلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قالها مديون إلا أدى الله عنه دينه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك كلمة نورد غطاهم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك عن سيدنا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي قال إني سمعت النبي يقول الذي يردد هذه الكلمات يقضي الله عنه دينه إن كان مديونا طيب الدعاء الثالث وهو من الأدعية الوسط يعني لا هو مطول ولا هو إيش ولا هو قصير مروي عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فوجدني محزونا فقال لي رسول الله ما الخطب يا أبا أمامة انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرى صاحبه مهموم يسأله محزون يسأله يبدو عليه الضيق والضجر يسأله يا جماعة الخير هذا السؤال نحن نستفيد منه شيئا عظيما المتابعة والرعاية المفروض النهاردة أنا حين أرى أحد إخواني من المسلمين مهموم متضايق حزين لابد أن أسأله ولابد أن أخفف عنه حتى ولو بالكلمة الطيبة حتى ولو بشيء يهدئ نفسه ويطيب خاطره حتى ولو ابتسمت في وجهه هذا والله كله صدقة عند الله تبارك وتعالى تحسب لنا حسنا سيدنا رسول الله دخل على أبي أمامة فوجده محزونا فقال له ما الخطب يا أبا أمامة ما لك إيه فيك فقال أبو أمامة رضي الله عنه يا رسول الله ديون علي وهموم لزمتني يقول أبو أمامة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أدى الله عنك في أغلب الألفاظ يا إخوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدى الله عنك وكأن الله سيسخر لك وكأن الله سيقضي عنك وكأن الله هو الذي سيقوم بدلا منك إذا أعجزتك الأسباب ووقفت عاجزا ووقفت متعبا أمام الحيلة ربنا تبارك وتعالى يتدخل بفضل هذا الوصل الروحاني طيب ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أدى الله عنك قلت نعم يا رسول الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت خلي بالك ده ورد أو دعاء أو ذكر موظف بواقت اللي قبله ما كانش لواقت في أي وقت تدعوه عادي لكن النبي هنا حدد وبما أن النبي حدد نحن نلتزم بالحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح والمساء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو أمامة فلما التزمتها سبحان الله نفس اللفظ الالتزام صبح وليل فلما التزمتها قضى الله عني ديني وفرج همي وكربي هذه هي وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الوصل الروحاني والمدد الذي يعطيه لنا فيصلنا بربنا خلاق تبارك وتعالى إلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته